تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقافة قام معهد الدراسات القضائية والقانونية حفلة تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب خبراء ومدربي العدالة الجنائية والذي نفذ خلال عام ونصف العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقد استهدف بناء القدرات الوطنية عبر دعم المهارات والمعارف بشأن أحدث مناهج وطرق التدريب في المجال القانوني واستعراض آخر المستجدات والمعايير الدولية في مختلف مجالات العدالة الجنائية وعرب معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الذي يهدف إلى بناء القدرات الوطنية من الخبراء والمدربين القادرين على دعم جهود المملكة لأجل ضمان عدالة جنائية منصفة وناجزة معا وشهد معاليه بجهود معهد الدراسات القضائية والقانونية في تعزيز المهارات والقدرات القانونية لجميع المشتغلين بالمهن القانونية كما أثنى معاليه على التعاون الدائم والمستمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية مع مختلف المؤسسات ذات الصلة بالتدريب والبحث القانوني وفي ذات الإطار أشهد القاضي حاتم فؤاد ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بالتجربة الرائدة لمملكة البحرين في هذا الخصوص منوها إلى عمق العلاقة مع مؤسسات مملكة البحرين المعنية بالعدالة الجنائية من جانبه أكد الدكتور خالد سيري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية على التزام المعهد بالاستمرار في دعم عمل لجان الخبراء والمدربين على كافة المستويات التدريبية والبحثية والمعلوماتية كما أكدت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية البرنامج في تنمية المهارات المهنية ونشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والانطلاق إلى مرحلة نشر الوعي ومواصلة عملية التدريب والتعلم وفقا للخطط والاستراتيجيات المدروسة عبر موارد بشرية مؤهلة وفي نهاية الاحتفال تفضل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتكريم فرق الخبراء والمدربين وسلمهم شهادات إتمام برنامج تدريب المدربين المتخصص ترجمة نانسي قنقر